السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنعمل النهاردة برجر البيج ماك بنفس طريقة المطاعم بقى الأحلى كمان جوسي وطاري وبسم الله ما شاء الله اللحمة ماتفتش مني في الطاصة هقول لكم على الطريقة اللي تخلوا اللحمة قطة اللحمة تبقى سابتة كده ومستوية وجوسي وطارية وبشوية بهارات رائعة يا جماعة وقال لكم بديل البهارات الجهزة كمان وكمان هقول لكم على شوية تركات وانا بجهز الصندويتش حاجات ان شاء الله مش هتلاقوها غير عندي وكمان هعمل معاك وصوص البج ماك الخطير بأفضل طريقة وتاني برضه هقول لكم بديل الصوص ده ايه حاجة بسيطة جدا بسم الله انا معايا طماطم وخيار مخلل مقطعهم طرنشات وبصل وقادي الخص الخص ده ممكن تستبدله بقلب خاصية بلدي عادي تخرطوها ناعم والخيار يا حبيبي طرنشات الخيار رؤياء والبصل والطماطم مقطعهم على الطاعة الشيبسي رؤياء جدا يا جماعة هنبدأ الاول بصوص البيك بورجر بالطريقة الاصلية معلقتين كاتشاب معلقتين مايونيز معلقة مستردة سنة ربع معلقة من التوم البودر ربع معلقة من البصل البودر بسم الله دي الخردل اللي هي المستردة بعد كده بحط معلقة كبيرة من الخل الخيار ده متخرط ناعم والبصل ده متخرط ناعم باخد معلقة كبيرة ومعلقة كبيرة دي الطريقة الاصلية كان صوص رائع يا جماعة الولاد كانوا بيغمسوا بالعيش كده كان رائع بسم الله أنا طبعا مضعفة الكمية لكن في صندوق الوصفة هقول لكم على الكمية البسيطة بسم الله فقلبوا بالطريقة دي طيب حبيبي بديلوا ايه يعني لو انتم مستعجلين معلقتين كاتشاب معلقتين مايونيز وقلبوهم في بعض وخلاص يبقى الصوص خلص على كده طيب دي البهارات الجهزة بهارات البورجر الجهزة طيب الكيس ده ناقص معلقة يا حبيبي أنا هفضيه كده يعني فيه مايو عادل معلقة كبيرة كمية اللحم المفروم كيلو من اللحم المفروم حطيت عليه معلقة كبيرة من البهارات الجهزة ما تقطروش بهارات جهزة للبورجر بتحدى البورجر جدا ويبقلبها بقى تقليبة جمدة يعني بصوا عجنوها عجنة جمدة طيب كيلو اللحم ده يا حبيبي من عند الجزار لحم بقري لازم يتفرم وشين مفرموه وشين أو تلاتة خلاص وعجنوه عجنة جمدة كده بالبهارات وقطعوه كور النص كيلو طلع من 4 ل 5 بورجرات ما تزودوش عن كده ما تقللوش عن كده يعني كانت حوالي الوحدة 100 جرام لكن في المطعم بتبقى 35 جرام 40 جرام ما عرفش بتبقى رؤيئة جدا لكن احنا طبعا عايزين نروأ على الولاد وحاجة بيتي كده نظيفة وجميلة ونستمتع بحتة اللحمة كمان يا حبيبي بديل البهارات الجاهزة معلقة ملح ومعلقة صغيرة مليانة من البهارات المشكلة خلاص يا حبيبي كل حاجة اكتبها لكم في صندوق الوصف في كيسة كده وببدأ احط الكورة بتاعتي كورة اللحم وابرم الكيس عليها واضغط عليها كده ممكن تحوشوا الكيسة كده وتضغطوا عليها تكبروها شوية لكن انا بعمل فيها فتحة كده في النص علشان ما تكشش البرجراية ما تكشش وكمان علشان اضمن انها مستوية من قلبها بسم الله تاني حبيبي انا بعمل يعني الكيلو طلع معايا حوالي 12 قطعة 11-12 قطعة يعني ما تكتروش عن كده بسم الله ده بقى لو عندكم المكبس المكبس ده جايبه ب40 جنيه مش غالي بس يعني بصوا بينجز بسم الله حطت الكيس اللي هو كيس التلاجة وعليه القطعة وغطت عليه بالنص الكيس التاني وبضغط ضغطة جمدة اضغطوا عليه ضغطة جمدة علشان اللحمة تتوزع فيه من جميع الجهات بالمنظر الجميل ده هو بينجز بسم الله تاني حبيبي علشان ما تتفتفتش معاكم في الطاصة افرموها وشين وعجنوها بالبهارات اللحمة بالبهارات عجنة كويسة بسم الله طيب دي طريقة البرجر اللي هو راقة واحدة لو عايزين اللي هو بالجبن بقى والحركات وكده حطوا جبنة البرجر او جبنة فلمانك كمان في المص بين الطبقتين ونفس النظام ضغطوا عليها كده بالمكبس بسم الله يعني بصوا يا جماعة طريقته سهلة جدا وبيتخزن كما ممكن تعملوا كمية وتخزنوها واتطلعوها يا دوب على قد الألية كده للولاد قدموها بقى مع شوية بطاطس محمرة حاجة جميلة جدا وكان لذيذ جدا عن الجهز يا جماعة بسم الله الحتة اللي باينة اللي باينة من الجبنة دي عادي بقطعة لحمة صغنانة كده وبدريها عادي خالص بسم الله بعد كده هحطوا قيمة ساعة في التلاجة لو مستعجلين انا حطته نص ساعة علشان كنا طبعا مستنيين تأجيز السندوشات علشان نتغدى بيه فأنا حطتها نص ساعة في الفليزر ممكن تبقى تفرزوه في الفليزر على وضعه ده كده او تسيبوه ساعة لو مش مستعجلين او نص ساعة لو مستعجلين واتطلعوه بعد كده بقى تبدأوا تشتغلوا فيه بسم الله تلكوا تاني بديل الجبنة البرجر بجبنة الفلمانك بتبقى اطعم والله يا جماعة بتبقى اطعم كمان ممكن تشتروا كمانها بمبلغ صغيرة لكن اللي هي الباكت بيبقى غالي شوية فبديلها الجبنة الفلمانك كل حاجة بقولها لكم وبقول لكم البداية البتاعة دي الرأة الوحة ده بسم الله كان رائع 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 ودي الرأتين اللي هي جواها جبنة بصوا يا جماعة كان خطير يعني كان ساندودش مشبع والولاد اتبسطوا به جدا وقلتلكوا اوفر واسهل والزم من الجاهز طيب البصل حبيبي قلتلكوا عملوه على مبشرة الشبسي لازم يبقى رؤية جدا والطماطم والخيار المخلل طيب الموضوع ده اختياري جدا ان انا حط معلقة زبدة وصغنانة واشوح فيها البصل ادبله بس لان بيبقى طعمه حاية فيه ناس بتحبش البصل كمان لو مش حبيين تحطوا بصل ما تحطوهوش طيب التركيا دي براحتكم جدا مش عايزين تعملوها ما تعملوهاش بسم الله بديها كده ادبلها بس بعد كده بنزل بالعيش عايزين تجيبه عيش البرجر من الفرن من السوبر ماركد اللي هو الاربعة بستاشر جنيه باكت كده كيس براحتكم بسم الله بس العيش ده برضه نضيف وكيفانه صابح وطوزة لست جايبات في معلقة زبدة برضه كده وبديله تحميصها عايزين السندويتش كل يبقى طعمه خطير بالطريقة دي كده ودي باكت اللي جيبنا البرجر بسم الله هبدأ بقى ايه اه اجهز البرجر اسويه ده اللي هو طبقتين بسم الله طيب انا اول ما بقى نزل قطعة البرجر يا حبيبي انا ما جبتهاش في التصوير بنزل عليها كده بالنسبة والافضل ضغط عليها حوالي دقيقتين واخدين بالكم يعني اول ما تنزلوها كده في الطاصة اضغطوا عليها او بهرست الفول اضغطوا عليها كده بس ضغطة خفيفة او قدت تغطوا عليها ضغطة جمد ضغطة خفيفة المدة دقيقتين ثلاثة هتا بتثبت على وضعها ممكن تغطوها زيادة امان وعادي ممكن ما تغطوهاش لو هي رؤية او هتستيوها على طول لكن لو عملنا قطعة كبيرة ياريت تغطوا عليها انا طبعا هساوي في التصطين علشان انجز ده اللي هو محشي جبن والطاصة التانية اللي هو السيدة الرأة الواحدة بصوا حبايبي بضعت عليها كده بالمقصوصة او الاسباتولة اللي في ايدي وبسم الله ما شاء الله هي كشت حاجة بسيطة جدا يعني هي ما بتكشش غير حاجة بسيطة جدا لان اللحمة دي لحمة بلدي بسم الله خلصت كده بالمنظر الجميل ده بصوا يا جماعة كان ريحة وطعم بسم الله ما شاء الله يعني كان ريحته بروايح والساندويتش كان مشبع والولادة تبسطوا منه جدا طيب دي تجهيز الساندويتش البيج ماك هبدأ الأول بالبيج ماك بعد كده هعمل لكم الساندويتش اللي هو طبقة واحدة وفي دقايق بنعمله بسم الله انا دهنت كده بالصوص الخطير صوص البيج ماك دهنت كده للعيش وبعد كده حطيت الخس ممكن تحط ورقة الخس على بعضيها زي ما انتم شايفين كده لكن لما بتقطعوا الخس يا جماعة ما بتيجوا تقطوموا الساندويتش بيتقطم معاكو بسرعة كده وبسهولة وبحط كمية كبيرة من الخس المتقطع ناعم خلاص يا حبايبي بعد كده بحط قطعة البرجر بعد كده بحط الجبنة قلتلكوا لو مستغليين الجبنة البرجر حطوا جبنة فلمانك اشتيروا بكميات بسيطة وحطوا قطعة حتى الجبنة الفلمانك بتبقى أطعم كمان من جبنة البرجر بعد كده بحط شريح البصل اللي أنا قدلكوا تاني يا حبايبي رؤيئة جدا وقادي الطماطم بصوا يعني يعني هتاكلوا ساندويتش اعملوا بالطريقة دي ما حصلش وقادي اللقمة لأنا أعمل الساندويتش الدي تاني بقول لكم اللي هو البيج مانك بحط كده لقمة كمان وبدهنها زي ما انتم شايفين وبحط بقى عليها شوية خص من اللي هو المتقطع أو لو عايزين تحطوا الورقة كاملة حطوها أنا ماشي معاكم بالتفصيل الممل بالطريقة دي يعني برحتكم جدا بسم الله بالشكل الجميل ده بعد كده بحط الخيار اللي أنا برضه مقطعه شريح رؤيئة جدا بالمنظر ده كده بعد كده قطعة الجبنة ده بقى استندويتش الكبير هعمل معاكم استندويتش الصغير بعد كده بحط طبقة دي على الطبقة دي وبحط قطعة الجبنة عايزين تحطوا قطعتين جبنة حطوا لكن قطعة الجبنة البرجر الوحدة ما بتبقاش ظهرة قوي لكن لو حطيته فلمانك بتبقى ظهرة جدا وطعمها حلو قوي بعد كده بدهن اللقمة دي كده القطعة اللي بقية دي وبحطها كده بيبقى استندويتش كده خلص معايا بسم الله ما شاء الله كان استندويتش مشبع ولا أروع من كده كان حلوة حلاوة يا جماعة حدش يقولي زي الجاهز ألز وأوفر وأنضف كمان من الجاهز كفاية حتة لحمة البلد اللي فيه والحاجات الحلوة اللي محليا ولسه كمان عاملا وسخن بسم الله ما شاء الله طيب دي الثاني اللي هو في قطعة واحدة من البورجر قديل عيش وطبعا دهنته بالصوص وحطت الخس وقطعة الجبنة قطعة ممكن تحطوا الجبنة الأول قبل اللحمة عادي وبعد كده البصل وبعد كده بص يا جماعة شريح الطماطم بحط بكمية كبيرة وشريح رفيعة لكن هما بيحطوا قطعة واحدة بس يا جماعة من الطماطم وبتبقى تخينة سنة لكن كده أفضل وأطعم وبتاخدوا أحلى طعم بدهن برضو قطعة العيش الباقية بيبقى بصوا كان سندوتش خطير كفاة فرحة الولاد بي يعني بسم الله ما شاء الله حبيبي جربوا في البيت أوفر وأنضف وأطعم كمان من الجاهز وأنا كده خلصت حبيبي معكم الفيديو قدموا كمان معاه شوية بطاطس محمرة زي المطاعم كده وعايشوا الولاد جو المطاعم وأنا كده خلصت الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهل شكرا شكرا